موسيقى مغطي على وجهك في تعديلات في تعديلات آخر لحظة الله يبلغنا وإياكم رمضان إلي ما مش عالي يضبط المايك شكك وغيرته مكان تثبيت المايك لا ما سوينا شيء يلا حيهم حي الشباب حي الشات مرحبا معنا أحمد الراشد أهلا وسهلا يلا حي أهلا وحيك كيف الحال والله يعني أنا قيمتها وبتكلم عن الانطباع النهائي حالة حالة هيا عندي كلام خالد الله حي خبارك تمام مشتتي اليوم دائم مشتتي أنا وراك حرم هذا يا رجال حلاص نستمر إليه شهر وخلاص هذا ثوب دون شكله يعني كذا اللي جاي أيوة أصل الشباب يمكننا رايحين شوف دون كلوح مصوروا الطقم حقي إلا بس أشارت مكتوب شعارات بالممالكة 3Ds أوف 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 أي وأردت الأخير أنا جيت بصورت لهم ثوب قلت له أنا بجاهز على اللون أنا ممثل وش اسمهم؟ حقينا راكس أنا الفرمن فرمن عراكس عادل شخبارك ضايع في عوالم قاية أوف أنت بعاد طبعاً أجل ما شبت دون شكلك لا هو يا طبيعة يا الصحراء الصحراء بعد رمضان إن شاء الله ما عند لها وقت الحين خير خير إيه انتهى عرضه صح؟ إيه قالوا إلي بعد رمضان اليوم أخر يوم أخر يوم أخر يوم نعم فتهانينا للي حضروا وتعازينا للي بينتظروا أبي حضرت مشعل؟ أنا حضرت طبعاً ووو إيه خرافي خرافي الفن إيه سمعت طبعات ممتازة عن النظرات إيه مره ممتاز يعني الجزء الأول كان كده عندي تساؤلات وين رايح القصة ما كان معجبني الجو أوكي سجزة الثانية انترستين ضبط وتوجه الصدكي حياكم معنا عندنا اليوم حرقة خفيفة ضريفة نتكلم فيها عن فانل فانتسي مراجعة فانل فانتسي وهل دايفورس بالإضافة إلى أخبار استعراض أكس باكس اللي صار أمس وبعض الطراطيش الأخبار يعني من هنا وهناك فخلونا نبدأ بتكون حلقة كثيرة أبرضل تحطنا سبع الماضي إحنا ما تقييمك برضل ما نسيت شيء مشعله؟ بلا ونذكركم بأصدقائنا الكرة معنا ولكرة المحلية والعالمية وباسد كبسة للثقافة العامة وجبها برس للكاميك بوكس متى ما اشتهوا الحلقة تطبخ مالك ما رح سألنا خلاص إذا عندك شيء تقول لك سلولي كوكت فور فورتي ايت آور ومدريش ولو حمد دوب ومدريش هم ذير سلو كوكينج شهرين أهدنا في فاين دايني ما صار سحور لا تتعدين في فاين دايني قعد مش لنستار واخيرا قيمونا على آيتونز إذا تحبون البودكاست وشاركونا أسئلتكم على هاشتاك ألعاب تاثمية وستة وتسعون لحلقة اليوم ونجاوبها إن شاء الله على نهاية حلقة أو حتى في الشات تشاركونا في آخر حلقة أو طبوا والشات تويتشي منون فخلونا نبدأ ب فاينال فانتسي سبن ريبرث والتقييم أحمد كيف وجدتها بعدما أنهيتها لعبة ما تتفوت لعبة يعني صراحة الله كانت جدا 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 ممتعة الله حل استكشاف فيها الشسمة المهمات الجانبية كانت مرة يعني فيها ساعة صدر صح يعني ما حد جاي كلهم بس يعاني وخلاص لا في ناس مثلا يعانون لكن معاناتهم يعني نكتة يعني يعني تحس أنه يعني أنا قلتها في هذا في التقييم أنه أحس أني رائح في مغامرة باش نفس الوقت رائح إجازة سفر فكلها كده تحس أنه البارتي حقك رايحين استنسون وفي نفس الوقت رايحين مغامرة يعني ما رسعت صدر جو اللعب الصدق وحضور الشخصيات يعني أجمل بكثير من مو بس من ريميك يعني أمس حتى سولف مع أحمد الصالح يعني قال لي أخي أحسن فالفانسي من 12 من زمان ما شفنا فالفانسي زي الناس يعني فأتفق مع يعني في بعض المناطق بدون حرق يعني ذكرتها مرة في القروب بيننا موجودة في الأوريجنال بس هنا خلوها يعني جابوها الطريقة رهيبة وضحك في أماكن وقسم لي يا أني فقعت وضحك عارف إيش اللي يصير قدامي يا جماعة الخير ساعة تصدر كانت حلوة صراحة ويعني أشياء كثيرة تقلت سوية في العالم بس نسل وقت ما يكبون عليك كمية هائلة كذا تحس أنه بس كذا تشكليست يلا لا يعني أحس أنه يعني أحس ودي أخلص كل منطقة كل السايت كويس لأنها معقولة يعني كمية الأشياء اللي يأتونكية وتحسها قصيرة ويعني بذيك الصعوبة إذا تبغى تتحدى نفسك ما ضيع وقتك كثير فيه تحديات يعني يخطون لك مثلا في المهمات اللي لازم تروح تجيب الوحوش ولها زي خنقول ثلاثة عادة يعطونك ثلاثة كنديشن أو ثلاثة ثلاثة كنديشن لشان تخلص شروط شروط شويها بس تقدر تخلصها يعني مجرد أنك تفوز على الوحش يعني تعدي أو أنك إذا تبغى تتعمق وتجيب إذا جبت زيادة يصير يعطيك بارتي أكس بي زيادة بالضبط يعني تستفيد منها لكنها مو بشي اللي يقف لازم أخلصها أو حتى لا عجبتني سالفة أنه تقدر مثلا تخلص اثنين والثارث بعدين تخلص يعني مو أنهم يقول لك لازم تخلص كل الكنديشن مرة واحدة تقدر تخلصها على دفعات يعني على دفعات تقدر تعيد كذا مرة تشوف أصلاف المكان نفسها تتعيد مرحاني اي فكلها صراحة يعني ضابطينة الميني جيمز يعني أغلبها كانت يا أنها هي بحد ذاتها حلوة أو أنه تخدم اللي صاير سواء تخدمها صدق تخدمها يعني المهمة الجانبية ولا تخدمها بطريقة عبيطة فيه يعني كل نوع هذه ساونتراك استحبال مرة 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 أغنية الكلب بس تضع لك هذه الأغنية لمهمات أن الكلب يؤديك مكان تحارب وحو سلوك أردت سلوك أردت تشوف أردت ربنا المبطين واسمه الأغنية بالياباني أحلى من الإنجليز بالله في نسختها منها اليابانية أحلى 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 كل الأغنية العبيطة أحلى الياباني وحتى لما تخش الباتل تجيلك ريميكس لا 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 فيها فيها كلمات صح ويعني اضبطوا كل شي في الميوزيك اضبطوا ألحانها عموما تجديد الألحان القديمة وغير كذا شنون يعني ديناميكياتها يعني شنون أنهم يصير فيه تحول بين القتال القتال إلى الاستكتشاف أو مقاطع سينمائية أو هذا أحس يعني مو بس لابطينة يعني أحس أنهم كذا اللي قالوا لا لازم يصير مو بعشر على عشر لازم يصير عشرين من عشر كذا أعرفت ما يعني أحس أنه مرة تكلفة وزيادة في سنتراك أخبرتك أنه قبل أعجبني مرة اللي سنتراك سينثويفي كان مانتكرل مانتكرل رحيم 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 أنا سمعها قد تقول لا شكل كم ما توقعتها يعني ما توقعت سنتراك سينثويفي في مين سمعني إليكترونيكس كثير فورتين سينثويفي سينثويفي نادر جدا بس حلو لا لا جميل صراحة وعموما رحلة وناس حتى القصة نفسها أحداث القصة وانت ماشي حلو وخاصة لما تخش العباطة مع الجدية تكسر شوية تكسر شوية حلوة البيئات تتغير باستمرار تحس تكتاز تغير الجو صح وحتى الميوزيك ضابط على البيئات كل المنطقة تروح لها الموسيقى حقها حلو والمدن تحس أنها فيها حياة حتى الأماكن اللي مفوضنها ما تكون فيها ناس كثير لسه تحس فيها حياة في المكان كنا تناقشينيك قبل الحلقة في منطقة كوستل سول على سبيل المثال في اللعبة الأصلية يا دوب تنزل تروح تكلم مبي سي يعطيك شيء بعدين خلاص لا لا فيه كم شيء بس أقل أقل بكثير من الأصلية فلكن هنا تسوي شغل كولم هنا حسيتك أنها أول مدينة في الفين سنوانين صح من مزاين وكذا تصميم كذا بزيادة هلوة كانت تشعر 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 مدينة 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 هذا ما يعكس العالم اللعبة العالم اللعبة تشعر 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 أنت تشعر أو تشعر في التحول من أسلوب الحياة القروي إلى الحديث بس تشعر أنها عائشة بينهم فتلقى أماكن مرة حديثة تلقى أماكن لا لسا بدائيين والخلط بينهم وشلون الناس قاعدين يعانون في الموضوع هذا إنه والله نقلنا مدروين بس ما قدرنا نعيش وتشعر عطوا عطوا للعالم موضوع تاريخ المدن هذه ومناطق التاريخ حقهم اللور ما ستحدث شاد أخيرا صار له أخيرا صار له شغلة يعطيك يعطيك يعلمك أخيرا خاصة قلت أول ما يأتي أول ما يأتي الانيميشن أردوا لا لأنه دائما بعد ما تنتهي من شيء خلاص تعرفوا ما يقول لا لكن عندما يبدأ يقول أنه لا هذه المنطقة فيها أوه أول شيء قبل أن أبدأ حضيت صوته يخرج من سماعة التلفزيون ما شلته من الكنترولر أنا أخير من الكنترولر هذا سماعتي حسنا أنا أخير من الكنترولر لأن الكنترولر صدي يغط يخرج من أوقات غبية ويقعد يسالف وانت كده بنص مضاربة وداعس وهذا ما معه مايا مايا منستر أسستنس انسيث إنتاليجنس إنتاليجنس نعم لكن هناك شيء واحد في شاد يضحكني الجهاز الذي أعطيك اسمه شاد اسمه جهاز شاد دي كابيتل شاد مدريش شاد سكانر يعني الرحلة صراحة كانت جدا جدا ممتعة وما توقعتها من فريق الأمان لابد صراحة لأن الريميك محطور لا يوجد ما أعجبني فيه أكثر شيء هو مالي كومبات كومبات كان مالي شيء ريميك نعم مقتال مرة مرتفع أحس أن مدكار كانت كأنها لعبة كاركتر أكشن جيم الذي مثل ديب الميكراي وغيره ولكنهم مزغطين شوي الكاتسينز أكثر من دير ميكراي لكن هنا لا هنا فعلاً حسيتها أنه لعبة مغامرات ترى أنه بالنسبة لي في سيفن من يوم تطلع من مدقار هي بالنسبة لي هي أفضل شيء هي تبدأ الرحلة صحيح تخفض أفضل نظام قتال الصدق في Final Fantasy الحديثة يعني من فترة طويلة حتى كنت سألت مع أحمد قبل كم يوم قاعد أقول أن كل شيء الـ structure هذا اللي بنوه الأساس هذا اللي بنوه هل يستخدمونه في العاب الجاية صحيح أو على الأقل يستخدمونه في ريميكات للألعاب اللي كانت تستخدم ATB الـ ATB بالضبط يوه زي Final Fantasy 9 و 8 يعني من 4 إلى 9 من الرابع إلى التاسع حتى الجاة جديدة حتى اللي بغيرون شوية لسه يمشور على هذا النظام لا لا بس أنا أقول أعلى أقل في ريميكات لهذا لأنهم كانوا ATB فينفعلهم ينفعلهم طيب هذه الإيجابيات نقول أحمد بس ما حصلت هي على العلامة الكاملة أنا أتوقع أعرف السبب تصميم الموغل الجديد هذه واحدة من السلبيات صراحة لا أسف ترى الموغل أصلا من 7 من أول ترى تصميمه خائز أنا ما يجي من تصميمهم فسحك 7 بس في ريبرث صاروا يتكلمون صار فمهم ينفتح وتشوف سنونهم وعيونهم صارت تتناظرك تغير تصميمه أول عيونهم كانت خط زي كده مصمتة كده لا نفس الشكل ترى بس فعلا يعني بس كان الفم ما ينفتح والعيون وكانهم كوالا أظهار سوداء ايه كنا كوالا بس الحين لا خلوهم كده شبه بشريين لا ويقهرونك لما اطاردهم يأتوك رقصات حقتهم يضربوك يأتي سبك تحسهم كده لو طالب موغل من شيئا ولا جميل شيئا كعرفت حتى تضار قارنونه بحقته فعلا فانس ستاعة قال شوف الموغل كيف طريقه بدل هذا اللي سويتوه حق تصميمه حق سفر ما يجي مني حق فورتين مثلا حلو لدي أبو عيون خطوط هذا أيوه هذا هذا المفروض هذا اللي حتى في سكستين جابوا شكله هذا الأخ المفروض شكله كذا بس عالم نمارة ما كان يبغى يا عادي سوي أبديت بس يا أنا ما عجبني مهلا تكرار اللايف سبرينج بالذات اللايف سبرينج مكرر لأن تروح للايف سبرينج مثلث 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 ونفس التوقيت ونفس الشي بالضبط أوكي عشان تلقاهم يختلف من مكان لمكان والنتيجة يعطيك لور أو يعطيك انتل مكان ثاني تروح له تجمع شي حق الترانسبيوتر نفسه يطوره ايه ينجزوا شيء زيادة بس هو نفسه التفاعل معه المفروض ما سووها مثلث 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 المفروض سووها بس المثلث الأولى وخلاص المفترض ما يسوه مثلا أو أنه إذا بتحطي لي ميني جيم طب يا أخي غير فيها صعبها عرفت زي حقة السمونز حق السمونز سمونز على أقل شوي شوي كلمة تتقدم كلمة تصعب شوي هلأ يبدو يشكلون أكثر السمون على فكرة ترى أنا شكرهم على هذا الشيء أنا في واحدة من كانت مشاكل في الرميك إنه أنا كنت منتقد على سالفة أنك تروح عند تشاد لي ويقول لك آه ترى سويت لك مترية حق السمون أضربوا ضربوا وبيجيك هم خلوا نفس الكونسبت بس على أقل إنك دمجوا في العالم يعني إذا ما جوا في العالم تستكشف عشان مثلا تضعفه ولا حتى تزيد قوته لو يعطوناك لور عنهم يقول لك هذا المنطق كانوا هنا الموجود السمون الفلاني هذا الشراني حقه يعطي بك ستوري عنهم صحيح لا لا هنا نضبطوها أكثر بس أنا برضو شيء ما بعجبني اللي يقول فيه أنيميشنز كثيرة ما لها داعي حق تسلق يعني فيه كذا فيها ثقل وفيها بطئ ما يعني حتى تروح تفتح صندوق يقعد كذا الفالف اللي قعد سنع عشان يلفه أي وفيه الانتراكشنز هذه اللي عساس أن تستغل الفيترز ومزايا اليد حق الفيترز لكنني لم أشعر أن استغلتها كمزايا في اللعب في الجامل لا استغلتها استغلتها بس أنه كتجربة تجربة سينمائية أعطي بعض الميني جيمز قلتك تحرك الكنترولر في بعض الميني جيمز فيها موشن ايه فيها موشن انا استخدمتها في بعض الميني جيمز لماذا؟ هذا فيه تشوكوبو ميني جيم تشوكوبو ها لا يوجد انفرت لا فليت انفرتت يعني أنا أنا من القلال اللي يعجبني انفرتت في الكاميرا ها وأعرف أنه أغلب الناس ما يستخدمونها من الكاميرا هذا عادي بس للطيران ما شفتها تستخدمها ميهي بانفرتت إذا لو تروح فوق بالطيارة تنزل تحت والعكس طيران هنا حطينها لا 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 العادي حس أنا ما يعني طولت في الميني جيم هذاك قلتني ما في الأموشن قرأتني أسوي موشن وترى حتى الموشن مو مزبوط مو مزبوطي حتى في طيارة ما وين ننتندو تضبط لهم بس حتى ننتندو الناثر كود الموشن حق شسما شسما فيه وشبعد من يمكن القصة ذكرت القصة الرئيسية أنا كتبو خلي هذه آخر شيء بس إذا فيه أشيء نانية فيه موضوع إجليزي أنا 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 ما عندي مشكلة إجليزي أنا 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 ما قلت إن إجليزي إجليزي كلها خائس بس أنه في عدد لا بأس به من شخصيات يعني البنات تيفا وإرث تيفا ترى مقارنة في إرث أرحم ما في أي حضور تيفا تحسن واحدة قادت أقرأ بس يعني بالياباني على الأقل شوي ما أدري أحسنه فيه فيه تفاعل بينهم طبيعي أكثر من الإنجليزي وحركاتهم كثيرة حركات لا يسهونها اليابانيين زي اللي كفك كذا ما تشلونه بيدين هذي مهمة شوات أنا أعجبتني يوفي الإنجليزية يوفي كويسة يوفي بارد ممتازين بالإنجليزي بارد عدد أوقات وأوقات بس أنه ريد ثرتين ممتاز بالإنجليزي ريد ثرتين ممتاز بس أصلا لم أعطيك الإموشن يعني هو ممتاز كأداء صوتي لكن لا لا هم محطوط كأنه هو الوايز فاهم فاهم اللي ترى إذا عضك المصلحتك يعني ترطيك لكي يحبك لا هذا يعضك لأنه كلف كلاود سفرت سأشعر أفضل بالياباني بعد ما هذا يعني هو ممتاز كلاود أنا لا أرى عادي كما يحبك لأنه كلاود بس سفرت خائس بالإنجليزي مرة خائس سأشعر أفضل بالياباني صدق أفضل هم هو متعب الصدق أنك تقرأ أشياء كثيرة بدل ما بس تقرأ تسمع خصوصا أنك تلعب لعبة يعني عملاقة بس إذا فيك شد أنصح الصدق بالياباني فوق الإنجليزي أنا أفكر 95% يمكن بالياباني أنا أفكر في تختيمة الثانية بعدين حول الياباني أو هارد مود أو وتب أنا شغال بالإنجليزي وغالب إذا قلبت على هارد مود بعدين أنا أرى نفسي من ريميك ألعبه من الإنجليزي فأخبرت أن أذهب إلى ما باتي فيه فأخبرت أنني فقط لن نفسي لم أضيكت مرة كثيرة لا بس تبقي الصدق حتى الإنجليزي هنا أفضل من ريميك يعني على الأقل صار فيه شخصيات أكثر أزيان والأنبي سيز فيه كثير منهم كويسين على أنه ما توقعت عبط بيصير بالإنجليزي أنا عجبني صوت فانسيت الإنجليزي ما أسمعت باتمان بس عجبني بس anyway التمثيل الصوتي الإنجليزي خلنا نقول أنه ميكست يعني منه شيئين مرة أنتظر يسمع صوت سيد أنا ما أسمعته بالإنجليز سمعته في ترايلر سمعته في ترايلر يعطيك الوسترن أردتها عقت الوسترن سمعته سمعته أنا بس حسها في الترايلر لما أشفتها حسها فورست حس أنه لا يبصد هو أصلا الإنميشن حقك أردتها يعطيك حركة ليبانيين أردتها هيا هلا ياباني أزيان أنا اللي انتبهت لأنه صوت جوني هو بيثا باركر سويدرمان أين انتبهت له هو بيثا باركر أهلا وما دخلت لحظة عارف هذا الصوت لحظة أنت كنت لابس لي بدت عن كبوت جابك هنا ماذا صوت سويدرمان من أول من ريميك ترى بس هنا ركزت هنا انتبهت إنساني مخذينه بالجملة كذا لا ترى هو يوري ترى من نور يطلع في الأبي يمانية حتى في برسن هو واحد من الشخصيات يعني هو يطلع في الأبي يمانية كثير صوته مودي كويس صوته مرة كويس ممتاز نجي للطامة الكبرى آه آن 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 لم أقلت لك أن هناك أشخاص يأتي لك في المنشن يقولون هذا النهاية للعب أو ما أقوم بعمل لا يعرفون من نهايات يا أخي ممتاز والله أنا أقوم بأس لدي أنا أقوم بأس لدي من فانل فانتسي سكوير إنكس يعني يا كثم الألعاب اللي أنا لعبتها عندهم قليل 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 مرة الألعاب اللي عندهم نهايات زينة هذا هو لو أقول لك في سلسلة فانل فانتسي يمكن من نهايات زينة الفانل فانتس سيفن الأوريجنل مم آه ما اسمه؟ يمكن فانل فانتسي ناين آه و تن تن ما عجبتني لا لا لو بتحسب تن تو أوكي معاك لا 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 إذا ما كانت موجودة لا تن نهاياتها كانت حلوة بالعكس 50 نهاية حلوة آه 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 50؟ أيه نختلف أوكي أوكي بس يعني كثير ألعاب من عندهم يعني ما ما يعطي عموة الجي أر بي جي يبانيين ما يعرفوني إنه يعطيحونا في الأخير لأن كثير من الأحيان بس كذا يبغون تصعيد 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 يعطيك بلده يعطيك بلده وفي الأخير على قول الميم اللي يطلع اللي يقول لك الجاي أر بي جي يقول لك الشابتر 1 سيفك هات أنقب بسه آه فانل شابتر بيت أمي قات استخدر بس يعني هنا يعني شفت شلون الآن في ريميك الجزء الأول كان فيه خمبقة صارت في الأخير صحيح أنا أسميها نموريات نموريات نمورز أي يعني بالعربي هي نموريات عجبتني مع أنه يقول أنا ما بالعكس الفريق كان يبغى يشطحوا أنا اللي وقفتهم ودلوش أنا أنا قلنا خراط قلنا نصاب هو اللي كان يبقى يشطحوا الفريق حاول يوقفهم نصاب ما هدين عارف اللي يعني أنا قدر كاركتر ديزاينر ما اسمه مونستر ديزاين يعني تصميم شخصيات تصميم محوش تصميم مناطق لأنه أول كان يصمم مناطق خاصة أنها أيام سوبر نتندو فكان يسوي أشياء جميلة بس يعني إخراج وقصصاً ما مو معه صراحة المهم مع أنه هو مو مخرجين شفتوا الآن ريميك لما صارت هالخنبقة ومدري إيش في الأخير اللي كلنا استأنى منها لكن تعرف اللي كان فيه فضول ويش بيصير بعدين خاصة يقولون النون جيرني ومدري إيش هنا يعني لفلوا في الخنبقة هذه لفلوا فيها كذا يعني 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 خربوا خربوا مقاطعة مرة مهمة خربوها يعني كسكريبت كأخراج يعني يتحس أنه فريق التطوير سوى كل اللعبة معده آخر بارت آخر جزئية سواها فريق التسويق هذا يعني أقول لكم إياها غير كذا حتى بالجيم بلاي حتى باللعب المقاطع الأخيرة وحتى يعني الشي اسمه الرئيس الأخير ما كان باللعب مرة زين كان يعني عادي ما يعني مو بزي الشي اسمهم الزعمة اللي مروا عليه كلهم عندهم حبكات وعندهم هذا هذه يعني حبكاتها بالنسبة لل الشي اسمه للزعمة اللي قبل ها تعتبر مقارنة فيهم ضعيفة هو أحسن ولا حقري ميكي صراحة هو أحسن كجيم بلاي حق ريميك كان شو ما سيئ جدا جدا محبط ما طلعت مبسوط معاني أنا مبسطة عن اللعبة يعني متى حسيتني مبسوط اللي بعد ما خلاص يعني سولفت عنها ونقشت وكذا اللي قاعد أفكر بكل اللعبة ورجعت ألعاب بس أنا وقلت يعني أوكي لا اللعبة رهيبة بس يعني مرة 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 المقاطع الأخيرة أثرت سلبيا بشكل كبير مرة بس الإضافات الجديدة اللي في القصة اللي في الجرني غير هذا الشيء اللي أنا أتكلم عنه أغلب الإضافات وتغييرات بالعكس من تازل حتى حسب ريميك حتى إضافات كسر ريميك ما كانت فكرة أنا من اللي شايفه حتى الآن إلى الآن يعني وصلت إلى جولد سوسر تقريبا حول نصر اللعبة الإضافات سواء سايد جيم سواء أحداث سواء حوارات يعني حوارات جنرال شيء عارف اللي إبداع شيء خرافي صراحة أخي يعني مرة مرة قهرني يعني صدق صدق هذا بيّن لي الكلام اللي قال له هاماكوتي أظن في واحدة من مقابلات اللي قال أنه النجيمة الكاتب هو اللي يعني يرسل يرسل لهم الأشياء المهمة نقاط المهمة اللي في القصة وفريق تطوير يعبيها الكتاب اللي في الفريق هم يكملوا أي يعني فريق تطوير سواء في الكتاب ولا في الكتاب ولا في يعني في توظيفها في اللعب في العالم يعني هو يحط النقاط المهمة هم يملون الفراغات ها فهذا بيّن لي أنه فريق التطوير شغلهم مرة ومتاز ومرة مرة ومسوط على أنه قاعد يشتغل على اللعبة هذي وهو يقول أنه هو فان الفان فان سيفن القديمة وحتى اللي يشتغلون معه نفس الشيء فأحس المقطع الأخير هم كان شغلهم بس يلا سوي البوس يعني 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 أنه أعطاهم ديتيلز أنه هذا كده خلوه زي ما هو لا تعبوا الفراغات أنه حطوا الخنبق هذي بالضبط زي كده ومدري إيش أحس أنه كده جاء نمورة كده معاها كيب كده خش في الكيب وأغنية سيفة تشغالة في الخلفية يي وكده خش اللي قال الكيب حقيقة رغيته هذا كده لازم هذا كده لازم كده اي تذكرون في كينجدم هارتس حطوا هنا حطوا فيت حطوا ايش انا متأكد فيه شخصية طلعت في القصة قدام الفويس اكتر عقا واضح انا متأكد ان اطلعت في كينجدم هارتس واحد من الذول الناملس ناملس هارتلس ما لأي هارتلس ما دري هاي يطلعون لخان كينجدم هارت كيف تسميهم ناملس هم مصن ناملس انا اسف فيها بس ايب وانت تكلم شوية عن ذلك انا اتفق مع احمد ويمكن اشوف مقارنة يعني مع كيف اشتغلوا سكوير على الريميك يعني تقارنهم بكابكم عشان يشتغلون على الريميك حقتهم يعني كابكم يحطون لك تغييرات هذه زيال التغييرات اللي عجبتنا في ريميك او ريبرت اللي داخل اللي اللحظات اللي انت تذكرها وذي الاماكن كلها موجودة بسي كنوا مطعمة بشي هنا يزودون شي شو حبتين يعدلون شوية بالضبط بس توظيفهم السفرات كشخصية او كفيلان اي وتوظيف فان سيربس اي فان سيربس رخيص مم قاعد يخدم القصة طحي اساسا اساسا انت جايبه شايف ريميك وانت تكملي قصتها هنا اساسا نفس القصة القديمة كيف يعني انت في الفينتس سيفن الكلاسيك سيفرات مت تقابله بعد جزية شينر الاخيرة او يطلع لك يعني يبدي يطلع لك سيفرات بس ديوم تقابله تقابله قدام على متى بعيد في القصة هنا في ريميك تشوفها تشوفها كذا في الطريق بس موه به اي موه لما تذبحها يطلع لك قطعة كذا انه كأنها جنوب بس احربناه في الاخيرة يعني في ريميك اي تحربناه يعني تحربنا معه ليس باللي بس خمنا وموكنا نجيب بطريقة ثانية مثلا مدري يمكننا نفهم تكرم خالد غاوط انه مثلا تشوف طريق سيفرات يعني وانت ماشي مثلا انت كان سامونا مدقر سواربر مثلا انت تفحط اول ما تعدية تجي معلق على شجرة المقطع شير سيفرات او دو ذس فانه ما تشوفه يعني يلمح لك القوة بس انتك ما تشوفه يعني هم لهم انه يبني لك الالما توصل له هنا زي ما قال خالد انه انت جبته في نهاية القصة هنا بعدين في شي خاطر موضوع صداع هذا حقه طول طول والله بره شفت فيديو دانكي لخير دم انا خفت في سمويلر فما تابعته صراحة الصراحة يعني جسدها بطريقة خرافية يعني اشلون قاعد يسرد القصة يمشيك بالقصة كده يقول كلاود والشباب يعني بدأوا يروحون وما دمش بط سفرات انترفير كده بعدين يجي مخلق بعدين يكامل القصة بعدين راحة وسببت سفرات انترفير وسببت سفرات وحاطت كل شري سفرات انترفير وصد كده تحس القصة ماشية يعني أنت ماشي بالأحداث وماشي مع الشخصيات وكل شي قاعد يصير لهم لأن يجي سفرات وكده تبدأ تفهي على وجه يخلص انت جابك هنا اللي يخلص وما عنده شي ما يقول شي يأثر ما يأثر على الشخصيات يعني يجي كده يهربد فيت وما فيت ومدرويش وكلام منمق ويمشي ما أنه فيه والله فيه شي جابوها جديدة في القصة في الأوريجينال ترى يعني مبعيد إنه دايم نسخة مننا هاي اللي موجودة وبس يعني ما يتفلسف واجد زي اللي هنا عرفت يقعد كل شوي تروح تلاحقها وفيه أشي في القصة يعني في نهاية القصة يعني خلنا نقول تشرح لك أمود ينيات تشرحها وتبين ليش صار هذا الشي فبس هنا حسنها بتخرب هرفت أو خربت أورادي حسوها ما رأيك بزاك ما لأمه داعي أنا أقول خلنا هدي خلنا حلقة الحلقة لأننا عندنا حلقة حر ها عندنا حلقة حر يمكن بعد أسبوع وسبوعين على حسب الوضع أحمد منتظرني أحمد منتظرني خلص صلاب عشان سوي حرقة الحل أنا لسه ما خلصت بعد مرة يعني بس بعيدة عن ذلك كله عن السلبية هذه كلها لعب هلوة أي لعبة رائبة رائبة حتى نظام الشوكوبوز جابه صح ضبط أي تحكمه شوي لك عليه أي تحكم بس شف إذا تعرف هذا الشي يمكن يسهل عليك أكثر أنه ثريموت صحيح أنت تعرف أنه طبعا من المشي للركض يعني واضح لكن من الركض إلى سبرينت تشوف زي الرياح يعني تغير الرؤية منظور رؤية فإذا عرفت هذا الشي خلاص يبدأ يصير يسهل معك أكثر بعدين يتلعون لك شوكوبوز بعدين شوي يريحونك اللي يطيرون بعضهم هذين يريحونك شوي في التنقل بس لعبة السيد كوستات السيد كوستات حلوة السيد كوستات فيها جايح وصدها نحن بقي للحرق يعني تكلمنا كثير في النهاية أقول أنها أكيد أفضل من ريميك حلو ويعني بدون أي تفكير يعني حتى لو ما كان يعني ما ما كانت عجبتك ريميك ولا شي لا خشي بريبرث راحل و شميل بس طيب فهذه كانت Final Fantasy 7 ريبرث أخذت ممتازة تحصلون التقييم على تويتر و انستغرام خالد لا مو بخالد رواح ما عندنا رواح بس قيم Hell Divers 2 وعطاها أيضا ممتازة هو كان معتكف عليها الفترة الماضية فيقول الإيجابيات لعبة تصويب بتحكم رزين ومتقن يذكرني في Metal Gear Solid 5 و The Last of Us Part 2 أتفق مع حقة Metal Gear الصدق Metal Gear واضحة Metal Gear واضحة Last of Us أذكر أنه كان عاجب على جام بلاي حق Last of Us بس أنا أشوف أنه مرة مختلف Last of Us تقي المرة وهنا يعني أسرع مثل Gear أقرب أقرب يعني الوزنية اللعبة والحركة ويقول لك اللعب تعاون يمر رهيب تنوع في البوسترز والستراتيجمز بين اللاعبين ضروري ويضيف اللعبة ومتعتها فأنك تدخل مع فريقك وتوزعون يعني الستراتيجمز بينكم يعني كل واحد وش يأخذ وش ما يأخذ تقدم في إخراج الأسلحة والدروع وال وش يدي الجيل والحيال استراتيجمز مسمسميها حيال الله عليك تم تصميمه بإتقان ولا يشعرك بأنه مشوار وتستطيع ولكن لست بحاجة لاستخدام نقودك الحقيقية للتقدم فعلا إذا أخذت سيزن باس يعني تقدر تأخذ منه أشياء لكن تقدر تكمل يعني بدونه وتحصل الأشياء خرافية حتى وتنوع كبير في الأعداء والمهام والكواكب صعب تشعر بالملل بوجودها بينما بالسلبيات يقول مشاكل تقنية معظمها ممكن تنحل مع الوقت لكنها تأثر في تجربة اللعبة هذه أغلبها انحلت الحين أتصور مشاكل السيرفرات يعني نزل تحديثات نزل تحديث في الآن فير ترناج يعني عواصف نارية وليين وليين اكسسوت اللي يدلك أنهم عدوا يعني المشاكل اللي بدوا ينزلون محتوى جديد فحتى المخرج مخرج اللعبة يقول غيرنا خطة الدعم تماما بعد ما تفجرت اللعبة النجاح اللي صار فشكلهم ينزلون بسرعة الأشياء اللي كانت وردي عندهم موجودة بالخطة ويبدوا نشتغلون على الأشياء جديدة يعني المك هو يمكن أكبر شي اللي جاي المك اللي تقدر تسوقه في اللعبة كبير وزي السيارة بعد اللي زي الورثاغ حق تهيلو سيارة فيها رشاش وراء تنزل بعد كدير أو تنفع مرة خصوصا في مساعات كبيرة واسعة ويقولون حتى في شخص اللي يسمونه الدنجن ماستر أو الجيم ماستر حق اللعبة جول اسم الموظف طلع شغلته أنه هو يحدد الكواكب وش الضغط اللي موجود عليها من ناحية يعني مثلا إذا كوكب آليين كمية الموجات اللي قاعد تدخل على اللاعبين فيها يتزيد يتنقص مثلا هم غير قاعد يزود الرجال يعني ما كان قاعد ينقص وصول والله شغلتها رهيبة وليسير والله هذول اللي قاعدين مسوين فيها فنانين يلا كتر الشغل اللي قاعد يجي بس الآن اضافوا اثنين غيروا للفريق فصار شغل يتناوب شفتات ايه شفتات فيمكن شوية تخف حدة اللعبة لأن جول راح يريح أخيرا بس يعني جانب جانب حلو للعبة انه فيه بشر قاعدين يعدلون يعني الاشيال قاعدة تصير بال باللايف سيربس فشي مميز أحس باللعبة هذه يكم الرواح يقول موازنة بين قوة الأسلحة الأساسية يحتاج له إعادة نظر وهذا شي صار يمكن بالباتش الأخير وصار فيه بالانس تشينجز كثيرة يقول اللعب لوحدك غير ممتع وفي الصعوبات العالية شبه مستحيل انها من غير لعبين آخرين فعلا يعني بس يعني تحدك يعني لازم ياتطب مع أحد ولا يمكن ما راح تنبسط ما فيها ماتش ميكينج ماتش ميكينج فيها فيها ماتش يمتق يمتق تطبع ناس تحصل يقول انحتاج أحد أو شي إذا تخش مهم فيقول من الآخر أكشن وحماس في كل لحظة تصميم رائع في التلبيل وتجميع الأغراض مع معارك ملحمية ضد كم هائل من الأعداء في كواكب مختلفة كل هذا وبدون أي فلسفة وخرابيط تقدم هل دايفرز الجوهرة المثالية للعب التعاوني في هذا الجيل الله فعطاها ممتازة وقيمها على البي سي وطبعا هي موجودة بعد على البي اس 5 أي شي تريدون تضيفونه على هل دايفرز ما لعبتها أنا أنا أتفك مع يعني أخير من نقاط من اللي لعبت يعني أنا ملعبت فيها مثل ما هو ما شاء الله قال لي هو يلعب فوق 9 جاعة والله رواحة أعتكف أتفك أنا 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 أرجع بس أنتظر التحديثات تأتي وبطب فيها من جديد تمام فهد أعتيبي مو فهد أعتيبي تألوبا موزي فهد أعتيبي صاحبنا جديد يسوي صواحة صميم مرة ممتازة لنا مؤخرا يعطيه العافية وبرضه قيم اللعبة تقيم برادرز أتيل 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 هو قيم بعد باناشر صح مرد ناضي أوك فتحية فهد أعتيبي أهلا وسهلا فتقييم برادرز أتيل فتو سانز ريميك عطاها جيدة جدا يقول لك الإيجابيات قصة بطابع جميل بسرده البسيط لعدم وجود لغة مفهومة والغاز ممتعة حيث تنوعت أفكارها اعتمادا على تغير البيئات والشخصيات المساعدة في بعض المناطق وأيضا إضافة نمط اللعب المشترك الكو أب أحد أهم المزايا في عادة الأصدار فاللعبة الأولى كانت أنك تتنقل بين الأخوين أو تلعب فيهم في نفس الوقت ما كان فيها كاوتش ولا ما أظن كان فيها كوه كان كل واحد بستيك نسل ما كان فيها كاوتش أظن أنك كانت مصمم باللعب واحد بس أنك تتنقل بشخصيتين أن تتفكر باللعب اللي بعدها الظاهر اللي هي اللي بسجن ديكي Way Out Way Out هي Way Out واللي بعدها بعد أنا سؤالي أن هذه اللعبة الأولى ما كان فيها كاوتش ما كان فيها كان من البلطان أنت الحالك اللاعب تتحكم بثنين تتنقل بينهم الحين أضافه ويقولك السلبية الوحيدة اللي ذكرها التحكم لم يتغير كثيرا من اللعبة الأصلية لازال يعاب عليه الثقل وعدم الاستجابة في بعض الأماكن أوكي تمام من الآخر قدمت اللعبة تجربة مميزة بقصتها الجميلة ومتعة المغامرة بالغاز متنوعة في مناطقها ذات المظاهر الجذابة ولكن عدم تغيير التحكم قد أفقد إعادة الإصدار أهميته لمن خاض التجربة سابقا فهذه كانت Brothers أتيرب تو سنز قيمها على الأكس بوكس فهذا أكس بوكس موجود أيضا على البي سي والبي اس فايف تمام ننتقل للأخبار خلصنا لعب لعبناها ما عندنا فاينال فانتسي نتكلمنا كفائية وإلى أخبار العب بارم 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 أكس بوكس كان عندهم استعراض للباتنورز أو أخوياهم أنا نسيته تماما ما فاتك شيء أنا شفت الععلانات يوم الصباح قلت إيه طيب كويس كويس أن كنت قاعدة على فاينال خفيف يعني كان فيه أشياء حلوة فيه أشياء حلوة أشياء حلوة أشياء حلوة أشياء حلوة الهيلو الصغير قاعدة حقتك يتوطف فيه الأوتر ساحقينك فالسفينة هي الظاهر وتحتاج أن يكون لها فريق عشان يقدر يشغلها فالطريقة بقصة اللعبة أنه يلقى عنصر يجعله يستنسخ نفسه يستنسخ نفسه من عوالم ثاني من عوالم ثاني بس بريتيس مختلفة لو أنت مثلا درست في الجامعة شي مختلف هذه نسخة مختلفة منك ويجيبها بس ما فهمت كيف أثرها بيكون على اللعبة الشخصية أن كل واحد منهم عنده أهداف مختلفة ليس نفس أهدافك يعني بيكون في موضوع وشخصياته مختلفة يمكن هو ما يحب ما يعجب اللي تريد تطلبه منه حتى أذكر أنا شفت شوي ما شفته كامل يعني قال أنه في كلمة قالوها في العرض قالوا أنك ما هتقدر ترضيهم ما هتقدر ترضيهم كلهم فلازم كانك يقول تسوي موازنة ولا شي يعني حلو الفكرة صدق يعني يجي منها نشوف عاد تطبيق يعني العرض كان جميل فهذه ما أعلنوا لها تاريخ إصدار للخين بعدها كان في Creatures of Ava هذه كانت اللي واحدة يزالي معها كذا أنا تعزف تعزف ويمشون مع حيوانات كذا في العالم آه هذه حقة ريانا براتشت الطاغر الكاتبة فهذه الكتابة ثلاثية توم ريدر الأخيرة ريانا وهي اللي مشتغلة على اللعبة Creatures of Ava ريحانا ريحانا ولا ريانا 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 مو بدون ال H R-I-A-N-A ريانا ريانا هادي ماذا كانت لعبة بوكر كنت لعبة ورق بس لا أذكر أنني شايفها في القائمة هذي حسنا بس لا أعرف عن شيء صراحي بس أذكر سمعت الإعلان و... استاذ ثم و نفس الوقت لعبة كروت هادي Sleight of Hand Sleight of Hand يسميها تمام هادي متى ما قالوا متى Game Pass الظاهر قالوا هادي هم قالوا Game Pass بس ما عادوا موعد أصدار و... ألا لا لا TBC موجودة تحت موجودة بس هادي 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 وبعدها كان فيه Final Fantasy 14 موعد أصدار الرسمي على الأكس بوكس نهائي نهائي بس هادي بس هطو بالكم أنه على الأكس بوكس يريد أن تدفع اشتراك اكس بوكس لايف واشتراك Final Fantasy بالمقابل بلاي ستيشن لو تلعب بس تحتاج إلى تدفع شتراك Final Fantasy والبي سي طبعا نفس الشيء فالي يطب فيه أكس بوكس بس يحط هذا الشيء بباله لبعدها كانت The First Berserker Kazan هذه في عالم دي أف لعبة في سلسة Fight لن مرة مشهورة اي دي أف دي أف دي أف هذه اللعبة في عالم في نفس العالم لعبة Fight هذي اي بس أنا معرف انها شيء صراحة كانها 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 Souls كانها Souls بس أنيمي Souls اي بس حركاتهم كأنها حركات شخصية كانها داث من من دارك سايدرز اي ذكرني دارك سايدرز فيها من دارك سايدرز تحشين صح صح اي ما أحسنتها سيئة يعني اللي يجي أحس ممكن يجي منها يعني حقية Game Pass ممكن تكون هذه ما لها تاريخ إصدار Frost Punk 2 دعبة strategy الكئيبة فهذه موعدها 25 جولاي Game Pass Game Pass بعد بعدها Capcom هذه يمكن أكبر لعبة كانت في المعرض أو الاستعراض Kunitsugami Path of the Goddess هذين عرضت أول أعلنها قبل اسم جديد من Capcom بس هالمرة عرضت طريقة اللعب Action Strategy صح وفكرتها أنه عندك النهار والليل دورتين وانتلعب بالنهار عندك ميدن شخصية لازم توصلها تفتح لها الطريقة الظاهر وتسوي زي التطهير للمباني تطهير وتجمع الفريق اللي بتشتغل معهم العناصر والوحدات تقدر تقول واللي فهمت أنه عندك أقنعة الأقنعة هالي تعطيهم إياها وتحدد دوارهم فيها وبعدين إذا جاء الليل يطبون الوحوش تفتح بوابة ويجون وش سمونهم وحوش اليابانيين الوحوش ليس الوحوش يوكاي الوحوش يوكاي واتش فإذا دخلوا اليوكاي تصبح زي التاور ديفانس استراتيجي الوحوش الوحوش وفي قتال حتى أنت شخصيتك أنت تحكم شخصيتك عادي شكلها جميل صح نعم جدا نعم جميل حتى لأرد ستايل حقه حلو كذا فولكلوري ياباني مر وأظن هذه أول مرة كابكم يمسون في صغير أنه يحسون شيء أبداعي أكثر في كلعبة أنا متفائل فيها الصدق أول مرة نعرضت ما كنت فاهم مش شيء لا لا لم يكن واضح أصلا لا يشوف صلاح ما أشفت بس جدا جميلة شكلها شخصيتك كنت تتحكم فيها كيفك كنا لعبة أكشن ولكن باقي الناس التي تتوظفهم معك تتحدد يهاجمون من يدفعون على ماذا ويجب أن تقوم بإمكانك تحمي الميدن لكي لا يأتي اليوكاين واسلوب حركة شخصيتك يسمونه الصورد دانسر فالأناميشن جميل بشكل عام حتى الانوان جميلة وفي شيء غريب كذا عرفت اليدات تنشي مدري كيف بس مقرفة بس نعم 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 هذا يوجد هناك استعراض لها نعم هناك استعراض جميلة لأنه يستعراض بشكل مدد لأنها تتعرض هذا سيكون 20-24 هذه تقرأوا نعم جيد ثم في مانستر جام لعبة سيارات ما كان كان يسمونا بيك فوت سيارات الكفرات كفرات كفرات كبيرة كبيرة لا أظن بيك فوت وانا بازر أقدر هذا الشيء أظن بيك فوت أظن بيك فوت أظن بيك فوت ما هي الشكرة لك مانستر ترك ما كان يسمونا يسمونا بك فوت شكرة جميلة ثم السنة هذه بعد جاية بعدها Persona 3 Reloaded DLC Expansion Pass فهذا أظن كان متوقع أنه يأتي وكان مطالب حتى وقت الإعلان يوم أنزلت اللعبة هم قالوا أساسا مشغري عليه من قبل تصبح اللعبة جاهزه تقريبا Data Miners لقوا بس قالوا فيه DLC ثاني أظن حق نسخة هم علنوا 3 Waves DLC يكون فيه 2 Waves Soundtracks Soundtrackات وملابس الثالث في سبتمبر اللي هو Episode Ages The Answer اللي هو يضيف شخصية جديدة بس اللي فهمت أن في نسخة بورتبل كان فيه شيء جديد في القصة زيادة هذه مخل ما جبوها هنا ما رح يجبونها هنا قالوا الناس يلعبونها يروح يلعبون بورتبل والبورت حقا والله قالوا كذا ما رح يسوم شيء زياد ميلايشن أجل لا لا موجود لبورتبل ما ننزلوه قبل فترة فيه شيء قاعد أشوفه هنا الحساب الرسمي حق FanFan7 Remake الياباني حط فلتر تيك توك يخلي قطو تيك كيت سيث آآ شفحت it يا حساب الرسمي رائع 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 على شيء يfish هذا الفيديو اللي حطينا قطو حق هاما قGodchi آآ بالله هو الماديل اللي حطوه في اللعبة يقول لك نائس صحنا كده تشغل تيك توك حط قطاعه وظفطه بعدها كان في اعلان احد العاب روبلاكس اللي هي غريففيل شراكة مع تشاكي اللي يذكر تشاكي تشاكي فهذه من الالعاب لا اعرف روبلاكس فيه العاب تطلع من روبلاكس لا اعرف انا شوف قاعد شوف قاعد يقول هذي روبلاكس مكتوب اسمه روبلاكس اكسبانشن غريففيل اكس تشاكي اظن هذا المستخدمين انجن محرك روبلاكس ممكن ايه لان اذكر كيف كان فيه العاب جواتها ايه ممكن اظن ان تلقى ايه حتى انا اتوقع من المتأكد بس احس نفس نظام فورتنايت والالعاب اللي داخل فورتنايت الحين ونزلت هي ترى نفس اليوم في يوم الاعلان امس انه توفرت فهي تنزل بالحالة ولا تنزل لازم تحمل روبلاكس مارف مان دخل فيه ابدا عالمونة اللي تلعبون روبلاكس انا حملت روبلاكس على البلاستيشن اعتقد جيد دخلت ونقول قال سوي يوزرنام طلعت ومسحت هيا حسناً كانوا يعملون هذه اللعبة ونزلت بعدين، أظن الناشر كانوا مشكلة معهم ناكون أعرفت؟ صارت قضية بينهم وطلعوا هم من فصلهم من ناكون سالفة طويلة المهم، الآن هم رجعوا حقوق اللعبة عندهم هم رجعوا من ناكون رجعوا حقوق اللعبة عندهم سوى عدد صدار اللعبة من جديد لأن ناكون سحبه أظن اللعبة من استور رجعوا صدارها من جديد عليها كلام حلو اللعبة الأولى من أنه يدفع حقيقات وشخصيات يشبه من سمك بشر وبشر بشر بشر بشر. متى الناس شخصية مثل رمدي الذي شاشتراوا كنترول نبkus بطير معرفة الحقوق، وعالون عن لأنه ليسا وقت أشطح عندما تتحدث عن موقلز في فونفونت 7 سأرى فونفونت 7 أنه أضره في كنترول وإنه أضره في فونفونت 7 بس السمن هذا ما كان عنده حياتا و عنده ربطة واحدة و شكل هذا في PS1 أين السمين؟ هذا السمين حسناً، هذا السمين في شكله لا، أنا أقول لك، أزيان بعده، حتى لما يطيح بعد أن يخلص دربته يدوخ وتطعي وإنه كذا حالة زونية تصير يستهلون ينقص النجمة على تصميم المواقع طيب، اللي بعده ستاكر، Legend of the Zone تراثية ستاكر حق البي سي هذه تراثبت قبل الإفنت في اليابان تراثبت في اليابان فتح بيوردر حقه على البلاي ستاشن بعد رمد رأينا عنها على البلاي ستاشن بعد نزلت على البلاي ستاشن والإكس بوكس أظن سويتش إذا ما خبضني فستاكر لعبة تصويب مشهورة على أيامها أوروبية يمكن أقرب شي لها مترو أصلاً فريق مترو كانوا مشتقل من فريق ستاكر بس هي الأصلية هذه تراليجي وليس بلاب سيشن فايف وإكس بوكس سري سيكس بيس فور وإكس بوكس وون فباكورت كمباتو فهذه متوفرة الآن كان فيه تيلز أو كين زيرا زاو هذه اللعبة هذه بلاد فور هنج توستر مليون مترويد فانيا مترويد فانيا اللي سواها نفس موادي صوت البطل حق سوسك كريد أوروجينز تذكرونها في جيم أوردس هو طلع تكلم قال عشان أبوي ومدريش تكلم عن الموت هي اللي كان لابس لبسة فريق ايوه هذه اللعبة حقتها تنزل الشهر ذا شكلها حلوة فهذه في إبريل 23 إبريل اوه معلاش شهر أربعة أخيراً Unown Nine Awakening نعم هذه اللعبة تتتح فيها البرفيو افنت ما هذا؟ اوه افتنر افنت هذه اللي كده بطلة هندية وعندها قدرات كده طلع نفسها زي الشبح وفيها دبلجة خمس لغات عربية أو لهجات عربية ها هذه اللي فيها دبلجة هكتبانداي هكتبانداي تجمع لهجات في مصري اعتقد كنتبوها اليوم لبناني ووردني وعربية فصحة فلسطيني وفلسطيني والسبتاية العربي فصحة اعتقد حولو فهذا كله داخل اللعبة هذا كلام اللي فهمت أنا اللعجات مختلفة فيه لهجتين في اللعبة يبدك تتغير باللهجتين اللي هو الفصحة أو العمية العمية بتتضمى اللعجات هذي كلها موجودة يلا من تحمس أشوف ودي ناس يختبرون أكثر بسير تنجح ودي نقول يلا ندخل الخليجي بعد بغض النظر عن اللعبة يعني وديك الناس وديك يجربون يقول لك مين باقي حلال أبوي أحمد مين باقي حلال أبوي مين باقي في هذا في اللهجات يقول لك مين باقي حلال أبوي سفر في بكتري باقي باقي سفر سفيروس عجبتك دي أكثر من اللازم لا قعد تتخيل سفره و هو كده بلاهجات مختلفة مين يانا هالحزة يجي شسمه كلاود يتجي له الطنات و كده و يجي كده يقوله سفرة لبناني نحسي جي أنتم ثيف حمد الله يعطيك العافية على السبسكرايب خمسة عثلين شهر ماشاء الله و ربعض الدب يقول سماحة لا يقول سماحة طيب الخبر اللي بعده وورنر برادرس أصدقاء خالد أخيك خالد لا سو سايد سكواد لا أعرف من ذلك سو سايد سكواد حتى ما خلصت لا أعلم ما هي سؤالي حتى أعرف أنت فأعلنوا يعني في أحد جلساتهم المالية للمستثمرين أنه تعلموا الدرس من سو سايد سكواد الخبل الخبل ومن مبيعات هاكوورتس لغيسي اللي تفجرت العام الماضي وسقوط سو سايد سكواد يعني لعبة الخدمات حقتهم هذا العام بالمقارن بالمقابلة فيقولون أنه المفروض أن الألعاب زي هاكوورتس لغيسي تكون الألعاب خدمات قدام فنبغى نستثمر أكثر في الألعاب الخدمات أساسي طول عمر الألعاب هذه ونبغى نطلع ب وش اسمه أن الجوالات ليس فقط للأجهزة المنزلية ونوزع الألعاب بشكل أكبر يعني يعطيهم العافية صدقية نرى جيمس قن ما يفعل فيه ترى فيه جاني واحد يعني اللعبة اللي اندحت لا ما نسوي زيها نسوي زي اللي فشلت ترى فيه واحد اسمه صالح علق على الموضوع هذا عندي في تويتر بس صراحة ما تابعت الموضوع هو جاي قال ليس صرفت أنه لعبة نجحت ولا فشلت أكيد قال أنه بسبب اندماجهم مع تسبب بديون كبيرة على الشركة لذلك لا تريد العاب من زينيتها يقول حتى منصة ماكس عندهم ألغوا كثير من عمالهم بسبب الديون اللي عليهم حسنا هم أصلا ديسكوري يبوني بيعونهم قسكسون يبوني بيهم فيه إشاعات أنه يبوني بيعون وارنر أو يدمجون مع أحد أو شيء من هذا القبيل وارنر بهذه عموما يعني آخر كم سنة استحواذات والاندماجات اشترواهم كم شركة أبدا باعوهم يعني حتى بدت تطلع قصص عن يوم قبل لا يروحون مع ديسكوري كانوا مع اتين تي أكبر شركة اتصالات أمريكية هذا اللي كنت مشترك فيها وأنا هناك فأطلعوا هم ستيسي حقين أمريكا فقط قل فأطلعوا أطلعوا الشورانر حقين Game of Thrones وقتها وقت الاستحواذ كانوا قاعدين ينتجون الموسم الأخير فقالوا أنه وقت اتين تي كانوا يقولون لازم تصورون مشاهدكم بشكل عمودي عشان نقدر نطلعها للجوالات تنزل يعني ديجتال فأقول لك وش كان يحتاجون يتعاملون مع الاستحواذ أن شركة جوالات جاية تدير إنتاج ترنامج بداعي الله يعينها بصدق الوضع مسخرة صاير وش يعني يصورون الأفلام حقيتم زي الوثاقيات أفلام سوبرمان اللي جاي بيكون وثاقي صورنا Vertical للجوالات عرافت لا Discovery Discovery باتمان داكيمنتري يصورون كيف سوبرمان انطلع من كريبتون قاعد خمسين سنة يجيبون باتمان كذا جالس ويقابلون والله أنا كنت رايح أحاول يعني يتصالح مع Joker لكن هو العبيد صراح مدن يدخل الصوت العربي لقد حاولنا ولكن على الطاري بينزل expansion Suicide Squad هذا الشهر جوكر جوكر تحمس خالد شوف الحماس في عين أره ما خلصتها مشكلة اللعبة يعني شويت لدي مندي أنا أنا شويت لدي الخبر بعد هل دايفرز على طاريها انتشرت إشاعة الحمد لله الحمد لله قبل يومين أنه تم استحواذ على استوديو هل دايفرز من سوني اللي هم أروهد ولكن طلع السيئو بتويتر حق أروهد قال لا ما بصدق ما بصحيح هذا مو أزور هم قرار تطلع و هم في الصدق ما أخذ راحته من تفجرت اللعبة وهو صار تقريبا يكلم المجتمع بشكل مباشر و ذكي ردوده و سلوبه ممتاز أنا حتى اللي ضحكني أنه جابوا و حط صورة اللي دائما نسوي لها سؤال لما يقول لك أنه استحوذنا ولا نصار شيء يعني مرحب 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 و حط الصورة جاء قال أنه حط الصورة هذه سيئة قال هذه الصورة اللقو حقنا في الفيلو الثمانية مالنه حلق كثيرا اللقو ما تدري ممكن مايكروسوفت اللي استحوذر و مع أصلا بلس بلس طلع قبل فترة اللي قالها ما استغلب أنه يروح بعدين يصيحوا و يشتريهم عرفت هذا سلوضة يعني ما توقع سبنسر طيب الخبر اللي بعده ملتي بارسز تذكرون ملتي بارسز نذكر ملتي بارسز الأطاري وورنر أول صحبوها لأنها كاتير لأكسس هذه سماش برودرز حق تورنر أول كاتير لأكسس و حطينها يعني يتم بيع بفلوس الحين رجعوا بعد ثمانة شهور كثيرا حسابهم في تويتر كذا فجأة كذا قانوا ساكتين فجأة رجعوا كذا كتبوا تويتر أنه كانها تلمح خاصة لنا قريبين يعني والله ناس ترجموها كذا هم بس كتبوا تستنج تستنج وان تو ثري وبس حوله حوله فقال لي كان متحمس الملتي بارسز يشيك يعني يتابع على أطاري ملتي بارسز شفتوا المتد اديشن للأكس بوكس حق سبونج باب شفتوا بالدولار خرافي 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 مره رائب جميل يا أخي ضحك ضابط عليه مره مربع كذا شاكوا عليها بحسابات أكس بوكس بس شوفوا صورته وش كان حق أي لعبه حق هذه سماش حقتها حق نيكلوديو آه سماش حق نيكلوديو أوكي أوكي تمام الخبر اللي بعده هاديز تذكرون هاديز أكيد أحد نسيها أصلا جاي نتفلكس كلعبة لبجوالات نعم فتوقع اللي عندهم مشتراك نتفلكس يعني قريبة بتتوفر اللعبة فهم ديك تحملها على الجوال وتلعبها بس كيف تحكم الجوال أضافوا ويقولون تتش كنترولز جديدة بس أكيد لازم كنترولز لأنه مرة سريعة اللعبة ما ما توقع شاشة تلمس تصبط معها ما توقع أبت ما توقع إلا دائما يجيب كنترولز هذا يشبكه إيه يبيلك زي هذي وش اسمه الباكبون باكبون أو أنك تشبك يد بلاي ستيش أو الأكس بوكس شاشة تتش باد ما توقع تصلح أو التتش ما يصلح توقع يصلح أبدا كالا بتشتغل 60 فريم على الجولة فتتوفر يوم 19 مارس قريب قريب فرمضان تنفع على قول واحد يقول نزلت على الابارف نزلت على الكونسول وملعبتها تحين نازل على الجوال وش عذرك صحيح مالك هذا بس ما تلعبها تتش ما إيش ما تلعبها بالتتش ما تلعبها بالتتش خبر البعد Dragon's Dogma 2 كان في استعراضات جديدة تطلع للعبة فأكدوا أن نسخة الكونسول أو الأجهزة المنزلية بتكون على uncapped frame rate مفتوح على 30 فريم فبيكون حفلة سيتذبذب طالع نازل الوضع زي الجزء الأول شكلا نسخة الأكس بوكس تصير أفضل واحدة من الكونسول يقولون نسخة الأكس بوكس أفضل درسو فاوندري يتوقعون لأنه يكون فيها VRR أفضل بس بس يبقى نشوف يعني ما هو وضع نسخة البيسي إن شاء الله البورت لا مضرب يعني تكون خيار بعد ممتاز صح فمسيت هذا خوف كنا نحن نطلع بورت بورتات بورتات كويسة نعم بورتات بورتات يأتي يحطون لك anti-cheat أو شيء دينوفو يلقون لهم طريقة فبس بشكل عام من طبعات دراغنز دوغمو مرة إيجابية خرافية لقد تطلع هليرمان خرافية يقول لك اللعبة لا فيها هي زلز رون المهمات لا فيها شعارات فخريطة ولا شيء مع الملك يتبقى الله زي العاب القديمة نعم نعم أمشي مرأة أو MBC وهذا أعرف كيف تتمشي بالقصة الله دراغن كويست أعرضوا كلاس جديد حتى ماذا اسموه سبير مستك سبير مستك سبير حلو مره ممتاز يد سحر ويد فيها رمح هو أصلا يعني هو رمح أصلا براثين له بس يدك الثانية فيها سحر بعد نعم هو وش الكلاس يعني ضارب بالرمح بس كأنه تطيب الفاتر رمح نفسه كأنه حق ماستر هنتر لم يرمح ما اسموه لا أعرف ولكن عرفت ما اسموه الذي تشاق لابو ونطفه الذي مع الحشرة نعم من الحشرة رائب كان كلاس ولكن نسيت ما اسموه قلت حشرة بغلايب غلايب غلايبي 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 فالكلاس لا يحمس صدقاء يجب أن تنتقل بيدك بالماجيك تقومي تلابورت في تلكنيسس يجب أن تشيل الأحجار جثث أي شيء يترميه كنا كنترول يمديك تطيب فاد كما قلت لا أعرف كل كلاس يجب أن تنقل الصدق يحمس حتى الارتشر الارتشر صار ممتاز بقرارنا بالقديم القدرات التي لديها وتحركاتها صارت تفضل كثير الآن تلعب الارتشر عادي افصلوا عن الروق أول كان الروق والارتشر ظهر كلاس 1 الآن الروق تقريبا كان كلاس واحد صح الآن السكاكين صار مثيف أظن إنسكت جليد شكرا دبي علق بس جميل بس أكيد أن هذا الوكيشن يفتحك بعدين فرحت في البداية تلعب بالأشياء الأساسية بس موضوع فريمريت مزعج ودك لو أنه ستين الكون ستين على أكس بوكس فلاحين أو بي سي تعالي مفتوح على الأرينجل نعم الخبر اللي بعده EA دخلت في معمعة الفصل وأعلنوا أنهم بيفصلهم خمسة بالمئة من موظفينهم وكانسلوا لعبة ريسبان غير معلنة لكن اللي تسربت ماندالوريان لعبة التصويب اللي كانت بتنزل فقالوا تبريرهم أنه يبغان يركزون على الـ IPs الخاصة فيهم قدام أنه لا يستثمرون في IPs ثانية تملكها شركة ثانية والظاهر أنه كان في حساسية من إعلان شراكة ديزني وفورتنايت وإبك يوم صار الإعلان كانه EA انسحبة من ستار وورز على خفيف بس جداي لسه ثري شغالي جداي ماشية بس هذا المشروع بس أنا سمعت كلام بعد أن ديزني الحصة التي تأخذها صارت أكبر في الألعاب من الألعاب التي صارت من بعدها في 25 تنزل أظن ويأخذون النسبة عليها عالة يمكن أن تنزل منطقي الخبر الذي بعده دعنا نستعجل شري لأنه يلا هذا لن نخلص Dragon Age Dread Wolf يقول لك متوقع عن تصدر هذا العام هذا تسريب من Jeff Grub وننتظر التأكيد على الموضوع لن يتحدث هم أساسا قيلون أنه يستعرضون اللعبة في الصيف السنة في السيارة قرب سامر جنفست حلو فنشوفها قريب إن شاء الله Xbox Game Pass موجة الألعاب القادمة Warhammer 40K Bolt Gun هذه زلت Paw Patrol SpongeBob Square Pants Battle for Bikini Bottom هذه March 12 Control Ultimate Edition March 13 هذه حلوة لتفوتكم اللي ما لاحق على Control حتى حساب GameSpot نزل صور اللي حط صورة جيسي بوجه Spongebob Spongebob كمية 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 الميام سيطلعت No More Heroes 3 March 14 جيسي Lightyear Frontier March 19 MLB The Show 24 من نشر سوني March 19 أهم نقطة طبعا سوني وما تنشر من Game Pass HeartSpace Shipbreaker Ninocooni Wrath of the White Twitch Remastered و Shredders الخبر الأخير Switch Emulator اليوزو خسروا قضيتهم أو They settled Settle 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 كل شيء للإيميليتور تسوية شكرا مهند تسوية الله يطلقك حافية حتى دومين يأخذونه نعم دومين هم يأخذونه نينتندو ووذري يعني خلاص أخذوا جلاب ملابسهم بعد نعم بس الكلام ليش هم سووا ستنمت معاهم هل هو وفي احتمالين يا أنه لأنه نينتندو عندهم شسمة شركة كبيرة عندهم محامين إلى بكرة جيش محامين إي ولا إنهم لأنه كان عندهم بيتريون كان يأخذون فلوس من الناس إي فهم أنا أحس لأرجح هذه لأنه حاولوا كثير شركات إنهم يقاضون وأكبر من نينتندو إنهم يقاضون شسمة حقين ميليتور وهذا وما عمرهم جحوا لأن يعني أنا أتفق مع القاضي أو هذا أنه مو قلت طلب من الجيش مو هو ب مو قلت رسمي مو هو مو هو الشي اللي يعني أميليتور معاته هو تقرصن فيه مو بشرط لما أنت تأخذ يعني زي عندك البلوراي بلاير أو إذا عندك أي عندك بلوراي بلاير طيب أنت تشغل في بلوراي ممكن مثلا تشغل فيه شي منسوخ هل معنات أنه البلوراي بلاير هو اللي حق الباليسي لا فهمت أنا عشان كذا أنا مع أنه لا الاميليتورز ما هيب القرصن ولو أنه أعتقد 99% من الناس يستخدمون القرصن أعرفت لا يلعبون ألعاب يعني بلاش المتندو يعني بالقضية كنا نقولون على تيرز في كينغدوم نعم أنها تسريبها تقريبا مليون وحدة يعني بما يقدرك بمليون وحدة أن تسريب اللي صار تحميلات اللي صارت وزي ما قلت يعني يتوقع الباتريون له دخل لأنه في باوزر اللي قاضه قبل كانت تذكرونه شغال سليب عنده مظاهر للأبد ولا هذا خلاص طول عمره يقد يدفع اللي ننتندو هذاك أظن لأنه قرصن قرصن بس أنه كان يبيع كان يبيع الفكرة أنه كان يبيع كان يبيع في النهاية فعشان كذا وترى ليس بس يوزو سيترا بعد سيترا لنا أظن حقين يوزو نعم نعم الناس زعلانين على مو بمرأة زعلانين على حق سويتش كثير ما هم زعلانين على حق 3DS ويقولون جهاز خلاص ما مو قعد تبيعونه ولا شي والعابه من دثرة هناك كيف لون انتم تشيلون المليتر هذا أو تحاربونه هم بحاربونه لأنه عندهم كمية ألعاب حتى لو أنها على 3DS ولا شي ممكن يقولون لك تعال لا نبغى نزلها على سويتش حتى بالثيرت بارتي سووها زي كابكم مع مانستر هنتر ايه الستوريز مانستر هنتر ايو الان بنزلون اللي كانت على 3DS بنزلونها على سويتش وبي اس فور وستيم وإكس بوكس فأتوقع عشان كذا يعني عمومة ننتندو أكثر واحدة تحارب الشي اسمها القرصنة ولمليتر وهذا شي لأن هي يعني أكثر شركة يقرصنون ألعابها ايه ننتندو أنه عنده مضعف سيكوريتي تقدر تقول عنده مضعف سيكوريتي وآي بياتهم قوية فعشان كذا عادي تستمر حتى لو أنها ألعاب قديمة كثير يعني يجونك من الأجياء الجديدة يقولك لا أنا بروح ألعاب ألعاب قديمة حقا ننتندو أكثر من أي شركة ثانية يعني بس أنه يعني ما أعتقد أنه ريو جينكس بصير لهم شي يقول المليتر الثاني ايه لأنني لم يضعون أظن فيتريهم ولا شي ما كنت غلطان من الله للهدية أو إذا فيه طريق بتلقان تندو يعني ايه أكيد كذا قاعدين كذا يشكون أي تكة أي تكة حتى لو نلوب هول حتى لو وشوا يلا أشهر حارب عموما طلع حتى مجموعات جديدة أخذوا محل يوزو الآن فبيستمرون ما توقع بالضبط أنا ما استمرون أنا اللي أشوفه في النت أنه لا وغيم بريزرفيشنز والألعاب بتندثر ومدروا شو ومستقبل الألعاب مستقبل يا أبوي أنت ما سمعت بشي اسم انترنت خلاص شي يطلعوا انترنت ما حيختفي أنسى الموضوع لو وشوا فيه لا ردة الفعل بتكون أقوى بعد أكيد ايه بيستبحلون ايه بالضبط يعني اللي كان خايف واللي زعلان وهذا صدقني بتسمر لما جاءوا سوني الظاهر قبضوا أيام بلاستيشن ثري أعتقد لما منسكوا هذاك اللي مرضو كان يهكرا جهزتهم جيوهات جيوهات اللي جاءوا هكرا سأعرف اللي طقوا صابحهم طيّوحوا شبكة لمدة شهر مسكتوا ولدنا لدرجة وبعدها طلعوا ووظفوا عندهم في قسم السابر سيكوريتي أو حاجة زي كذا خلاص وظفنا عندنا فكونا بس وظفوا في سوني أنا متأكد وظفوا في سوني لكن في أي قسم اللي متأكد صراحة آه أوكي زيين عارف لي خلاص والله موظف عندنا فكونا بس فكو الشبكة أي لأنه هو اللي سواه أنه قدر يفتح الجهاز ما ما سرق كوت ما سوى يعني أي شي يعني غير قانوني صحي عرفت بس لسه رفعوا عليها أصلا قضية كذا مروا وشلوا اليما رفعوها أظن مرة ثالثة ورابعة في لوس أنجلس أو في كاليفورنيا وبعدين قاء طالبه وهو فقع راح لأضم برازيل أو المدوين آه يعني صراحة يعني القرصنة يعني أكيد ممزينة للمطورين والشركات بس بالنسبة لنا المستهلك أوه بالعكس باللوشي يلا جبه طبعا وموضوع المليتر يعني يكون بين الثنين يا أخي واحد يبغى يلعب ألعابه جهازه خلاص بيخرب مثلا ولا شي يبقى يسوي باك أب له ويلعبها هناك يا أخي هذا يعني فهمت فيه شغل لا أبيض ولا أسود كذا رمادي تحس في الموضوع عموما طولنا طولنا بس في علامة أخير ما ذكرنا قصو سيشما جاء البي سي ايه على البي سي أنا ما لعبتها اوه اوه اخذها على البي سي شكلها جميل بيجي لك بيجونك بجتمع البي سي يا خاين البلاسيشن يا خاين طعنا في الظهر كيف تلعبون لهذا توا أشوف في أحد كذا جاب سكرينشوتس من ستيم فان زعلانين ايه هذي طعنا في الظهر كيف سوني تسوي كذا كيف كيف اشتعوى انتم قلينين تلعبونها طيب لا لا من هذا لك بربع سنوات ما تنزل على البي سي هذي تقول البلاسيشن هم زعلانين عشان حرب الفان بويز انه يجون يطقتقون عليهم يقولون اوه شفتوا حصرياتكم طيب بيبيز بس عجبني نكسيز هم مسكين البورت اه زين ممتاز مهي بلاسي بس بورت وفي اشعاعات انه بيعلنون الجزء الثاني بالصيف في مي أو جون ممتاز وقت مناسب هي بتنزل 16 مي النسخة بي سي طيب ننتقل الى اهم اصدارات الاسبوع عندنا The Outlast Trials هذه بتكون على كل الاجهزة الجيل الماضي والحالي مارش خمسة ستاكر زي ما قلنا متوفر الان على اكس بوكس مارش ستة ما حطوا شيء اكس بوكس هنا As Dusk Falls هذه كانت على اكس بوكس لعبة قصصية على بلاي ستاشن فايف وفور في مارش سبعة تقيمتها كويسة وعندنا Unicorn Overlord هذا يمكن اهم اصدار تقيمتها في مارش ثمانية كيف تقيمتها تاو 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 كان لسه يمكن ستة تقيم على البلاي سيشن واربعة على سويتش بس انها يعني ستة ثمانين وتسعة ثمانين حولو حولو بس خلنا نشوف يمكن تغير الحين فهذه على كل الأجهزة الجيل الماضي والحالي اعتقد يونيك ايه افتتاحية رمضان بإذن الله يعني ان شاء الله باللغوية ان شاء الله آمين آمين عندنا وقت أسئلة آآ ونخلي الحلقة الجاية ممكن الحلقة الجاية الحلقة الجاية ترى بيكون في أتوقع الحلقة الجاية بيكون يا الجاية أولي بعدها بتكون حلقة تحرق في الفين سيفن ريبرث خلوصوها بسرعة وبحاول أجيب شاسمها عصام شهوان طبعا معنا قلت له وقال ليه قدام بس يعني نردتبها اصبروا علي الحكو يالله إذا خلصت تعال معنا شد حيا لك أنا ما بقال اتوقع ذا الويكيدن خالص إن شاء الله ما تحبونا ما تحبونا ليش تعوى ما تنتظرونا لا 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 صحيح إلا الان ما ارتبع الان عشرة كريتكس على البلايستيشن تسعين هذه يونيكورن فهذه أر بي جي يابانية للي ما يعرفها تاكتكال تاكتكال اي جي ان ما أعطيتها تسعى كانها ذي شو سمونها حقة ديتندو الار بي جي فاير امبلم فاير امبلم كذا تشبهنا أكثر فيها فكرة انك تدور تجيب دعم يعني عندك دعم للحكم أو شيء زي كذا فيها نفس فكرة متافور حقة فريق برسونل جاية يعني فشيكوا عليها اللي يحب الار بي جي معانو حقين الار بي جي عايشين هل هي جدا جدا في نعيم في نعيم الله لا يغير علينا آمين طيف يعطيكم العافية شباب شكرا 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 وماعدر على الأسئلة بنحاول نجيبها للمحاق الجاية أنا سبب أنا ما نقدر نجس هنا كثير في عزيمة ومدري إيش فاني سامحوني مبرك الشهر مقدما ونراكم بإذن الله في الحلقة القادمة وسلام كرامة بغير